أنا أسف يعني في المقاطعة وإحنا في مرحلة التشخيص هل لو طبيب النساء وهو بيعمل الصنار واكتشف زي ما حاج بتقول كده مشاكل في الكلا أو في الحالب أو في أي حاجة من الجهاز البولي أو حتى التناسولي خاصة بالأطفال الزكور كمان على الأخص هل ده بيتطلب أحياناً أن يبقى فيه ولادة مبكرة أو أن الولادة تبقى قيسرية؟ لا هل ده مش بتأثر في الولادة قد ما بيأثر بعض العيوب الخلقية في حوض الكليا بتأثر على السائل اللي حوالين الجنين العمليات تكفلويد هنا ممكن دي يتحدد في مدة الولادة يعني ده كاترة نساء عارفوا الكلام ده طبعاً أكتر من إحنا كناس جراحين وكلا لكن كإنهاء للولادة أو كده خلص أغلب الأسباب دي أو أغلب المشاكل دي بتوى أكوريكتابل وحاجات بتتصلحها دي مفيش فيها مشاكل ده بالنسبة للكلا أو للمسالك البولية لكن بالنسبة للجينيتاليا أو للحاجة ما بنسميها الانترسكسة والطفل بيبقى مش مميز هو ذكر ولا أونس حالات كتيرة من دي لأ بتحتاج ترمينيشن أو مش بتحتاج ترمينيشن حتى لما الطفل بيتولد بينتهي بسرعة